ننتقل إلى فقرة مشاهير مع زميل جوزاف مدور مساء الخير جوزاف مساء النور تفضل شو عنا أخبار اليوم؟ اليوم عنا أخبار عن جورج وصوف وأخبار تانية منشوفها سوا تفضل مساء الخير شكر الفنين جورج وصوف كل شخص ويسي ووقف حده بهذه المرحلة الأليمة وأعتذر عن إلغاء مشاركته بالمهرجنات والحفلات اللي كانت مقررة بشهر كنون التاني واشباط وبحسب بيين صادر عن مكتبه حالياً وقبل كل شي رح يجهز أغنية خاصة لابنه لأن بنظره الأغنية هي أصدق تعبير عن وجهه أطلقت النجمة المصرية هند صبري علامتها التجارية فرصة تانية أو second chance بعالم الأزياء والهدف الأساسي من علامتها التجارية هو تمكين النساء وأكدت هند أنه جزء من العائدات مخصص لصالح بعض منظمات المجتمع المدني لدعم المرأة بعد ما نشرت إليسا تغريدة عن عودتها للبنان وهي بصحة منيحة مصادر مؤربة لإليسا أكدت للجديد أن إليسا بلبنان من بعد ما كانت بأمريكا لمتابعة حالتها الصحية وحالياً رجعت لتكمل تسجيل باقي أغاني الألبوم الأخير وعم تتحضر لحفلتها مع مروان خوري ورح تكون مشاركتها بهالا فبراير ونحن من الجديد منتمنى لإليسا الصحة والنجاح بأعمالها الجاية ومع هذا الخبر منوصل لخيتين فقرتنا لليوم أعود لأيك سمار شكراً لأيك جوزاف مدور على هالفقرة شكراً للمشاهدة